هل مثلاً ده لأنه كده أسرع؟ لا أسهل لا ما تواصل كده لا سريع ده مش يعني مش ماسخ شوية يعني مش حلو بعين فيه ناس معاينا ما بتعرفش إنك نزلت أو فيه ناس ما بملهاش في السوشيال ميديا وفيه ناس ليها ولازم يعني فهم لازم بتعمل حركات كتيرة جداً فده موضوع انت أجيدك كلمتي في القصة دي مع عيسر حسنين قالك عليها ايه؟ طبعاً يا منوجة نظره كمونتج بطبيحة بقى بحاولي ذاكرها بقى لازم لازم هيعملها مستتقلها زينا كده ولا شايفها؟ طبعاً مستتقلها يعني هو كراجل منتج عايز يكسب برضو منكسته سيديه عارف راسه من رجله بص أي واحد بيسرف على منتج عايز يكسب منه بجميع أنواعه فالنهاردة انت برضو متعرفش راسك من رجلك فانت عملت ايه ولا بتعمل ايه؟ قوي إلا لازم تذكر الموضوع قوي فمسألة راسك من رجلان دي برضو ممكن تخدنا على المسألة بتاعت انه مصر أصبح فيها أنواع كتير دلوقتي من المزيكة من طبعاً يعني زي ما انت بتتكلم هو عبدواتي احنا كان عندنا الأغاني الباب العادية وبعدين أنا بتكلمها على حدود عشرين خمسة وعشرين سنة فاته لانه مصر كان فيها تنوع كتير زمان جداً والتنوع ده اختفى وجينا في مرحلة نص التمانينات التسعينيات رجعنا للباب ميوزك وبعد كده شوية شوية الارم بي وراب على استحياء وبعدين غطس وبعدين بدأ يزهر تاني وبعد كده تراب وأصبح في عندي مهرجان وبعدين بقى في مهرجان بتصرف بس مهرجان ده مختلف بالزبط بالزبط لأنه أصلاً أصلاً إحنا نسمى حاجة اسمها أغنية شعبي شعبي وسلاموا عليكم فكون إنه يبقى الغنية الشعبي اسمها مهرجان برنا ده بنسبالي جديد والأستاذ أخباره إيه؟ الأستاذ كويس سلملينا عليه ده أولا رأيه إيه في حكاية المهرجان ده؟ ما تكلمش معاك فيها؟ الأستاذ جميل الله يا ربنا دي الصح بيحب كل الناس بيحب الناس كلها بيحب المزيكة تظهر واه والعبد الله زيه يعني أنا بالنسبالي دي أرزاق ونازلي طبعاً أه أرزاق وكل حاجة بس إحنا مفروض ما نقولش حاجة مثلا تختش زي ما يقولوا إيه الكلمة أو تبقى مش حلوة في الكلام عشان عندنا أجيال طلعة فمفروض ما نعودهمش على كلام ملوش معنى لكن نعمل مزيكة نعمل مزيكة ورقص الناس ما فيش مشكلة أستاذ أحمد تعارف وأنت طبعاً تسيد العارفين يعني في القصة دي أول ما ظهر زمان كل الدنيا قامت ولا قعدتش يا طبعاً قالك إيه الكلام اللي بيقولها عدوية تخيل أنت عدوية ما طلع الناس قالت كده وقتها قاله هو أنا قلت حاجة عيب أنا قلت حاجة متصحش أنا قلت حاجة ضد الأعراف الأداب التقاليب بتاعتنا أنا رجل بقدم أغاني شعبية خفيفة وعزيزة ودماء خفيفة فهو تعرض للهجوم وهو طالع قوي هجوم شرس بس يا يوسف أي حاجة جديدة بتتعرض للهجوم أي حاجة بتبقى مختلفة شوية أو فيها اختلاف شوية لازم تتهاجم هي بتبقى جديدة على الودن على المستمع أخذ بالك بس إحنا بنقول على الناس الأجيال اللي طلعت دي اللي عندها وجهة نظر في المزيكة ها عندها وجهة نظر وصوت صح مش نظر نقول ما نجحوش نجحو نجحو جامت كمان طب أحكم إزاي على النجاح؟ أحكم على النجاح بالمبيعات بالطلب بـ أحكم على النجاح لا بتسمع بقى مش كده؟ اه بتسمع إزاي وبتسمع فين حاجات دي كلها بتظهر مش سقع وقلب يا لا مش سقع وقلب بس دلوقتي المستمع بقى ودنه عايزة تاخد على حاجات جديدة شوية وبالتالي لازم نديله جديد عايزة ورقش شوية أحيزك تبدع ابدع أعمل إبداع على هنا وعراسي أسمعك في وقت الإبداع في وقت الشاجن أسمعك ستجد برضو عمل أوالب مزيكة فيها حركة فيها مختلفة وفيها إقاع وفيها فرحة وبهجة أعمل أنت عايزة تجيب من الآخر عايزة تكلمي عن الناس اللي طلعت الجديدة أنت تهيوسف كم السهل وأنا فعلا مش هزار أنت مسهل أنا مش ضد المزيكة ده أبدا أنا مش ضدهم خلي بد بل بالعكس يعني أنا أقول آه أنواع جديدة أنا بس باعد أفكر حبيبي أنا عايزة أقولك ثقافة يعني ها في المزيكة هي الناس دي قالوا لك إحنا مش مش مطربين صح أو مش مطرب كلمة مطرب دي فرقة عن كلمة مؤدي 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 يعني أنا زي دي جي أنا بعمل مزيكة قال لها بيت معين بيرقص الناس وحط عليها الأوتوتيون الجديد صح هو بقول أي كلمتين كويسين مثلا ولا أي حاجة بحبك حلوة يا أمورة ورقص الناس أوكي لكن هما ما قالوش إحنا إحنا ضد إحنا ضد الكلام اللي مش كويس ما تقوليش لفظ كويس وقولك أنت برافو عليك لأ رقص الناس يا عم ربنا يسهلك وكرمك عايص ومبسط وشهيص بس ما تقولش ألفاظ خارجة بس إحنا ما متكلمش في حاجة لكن هو حتى المزيكة بصراحة بيعملوها فيها حاجات فيها حلوة لذيذة بترقص جديدة فطبعا المستمعز يسمع الشخاليل والسجاط والحاجات التي تفهمها أيها بتحصل واقعية يا جماعة